الأرض عبارة عن كرة عملاقة من الصخور المنصهرة ذات نواة ساخنة مثل سطح الشمس هذه الحرارة الهائلة التي تشكلت قبل أن تتشكل الأرض وهي نتيجة لتريليونات الأطنان من العناصر المشعة ليس لها مكان آخر تذهب إليه سوى إلى السطح تحمل تيارات الصخور التي يبلغ طولها آلاف الكيلومترات هذه الطاقة إلى القشرة الأرضية هناك فقط قشرة الأرض تقف في طريقها بالنسبة لنا قد تبدو هذه القشرة صلبة لكنها في الواقع مجرد في المنهش قشرة تفاح حول عملاق ملتهب ونهاية العالم تتربص تحتها انفجارات عملاقة ستكون أقوى بعدة مرات من جميع أسلحتنا النووية مجتمعة ستخنق قارات بأكملها بالرماد والغازات السامة ستكون سببا في تغيرات مناخية لقرون بأكملها وهذا في عام واحد فقط إنها البراكين العملاقة كيف سيكون حجمها؟ هل ستكون هي سببا لنهاية البشرية؟ البراكين هناك العديد من البراكين المختلفة من الجبال الضخمة إلى قباب الحمم البركانية لكنهم جميعا ينشأون بطريقتين رئيسيتين من ناحية على الحدود بين الصفائح القرية قطع من القشرة تغطي الأرض مثل أحجية الصور أو لعبة تركيب الصور المقطوع العملاقة هناك سبع قطع رئيسية وعشرات من القطع الصغيرة التي تنجرف ضد بعضها البعض بسرعة تصل إلى خمسة عشر سنتمترا في السنة تبدو هذه الصرعة بطيئة ولكن على مقياس زمني جيروجي هناك معركة عملاقة تدور حول من سيبقى في القمة يندمج الفصل الفائز في سلسلة جبال جديدة بينما يتم دفع الخاسر تحتها إلى محيط من الصخور تبلغ درجة حرارته 1300 درجة مئوية الغلاف الموري هنا يكون الجو حارا بدرجة كافية حتى تذوب الصخور وتصبح سائلة لكن الضغط المجنون الهائل لكل تلك الكتلة يبقى الصخور شديدة الصخون صلبة غالبا ما تكون الصفائح القارية على اتصال بالماء لآلاف السنين وتمتص جزءا منها عندما يتم دفع الماء إلى العالم السفلي الصاخن فإن هذه المياه تؤدي إلى تذويب جزء سقير من الصخور المحملة في الصهارة الصهارة السائلة أقل كثافة من الصخور الصلبة لذا فهي ترتفع إلى السطح في شكل فقاعات دخمة وتتجمع في خزانات اسفنجية أسفل القشرة الأرضية مباشرة إذا تراكمت كمية كافية من الصهارة هناك ينشأ ضغط كافي لها لاختراق القشرة الأرضية وهو ما نسميه البركان كل هذا يحدث تحت القطع الأرضية الفائزة كعمل انتقامي من القطع الأرضية الخاسرة قبل أن تختفي إلى الأبد يعتقد أن الطريقة الثانية لتشكيل البراكين تتم من خلال ما يسمى بحفاظات الوشاح هذه هي أعمدة الصخور الصاخنة بشكل خاص التي ترتفع من الحد الفاصل بين لب الكوكب ووشاحه إلى سطح الأرض لا يعرف الكثير عنها لكن الأمر يشبه إلى حد ما وجود ضواغر جوية في عباءة الأرض ويمكن أن نتخيل حفاظات الوشاح مثل ارتفاع الهواء الساخن وتشكيل صحب عاصفة عواصف من الصخور عمرها مئات الملايين من السنين تتحرك بسرعة ببضعة مليمترات في الشهر إنها لا تهتم بتحركات الصفائح القارية ويمكن لهذه الصخور المتحركة أن تنفجر في أي مكان في القشرة الأرضية مشكلة البراكين البومو ميتا يحب العلم أن يضع التفجيرات على مقياس ما لذلك يوجد مقياس اللوغالتمي يقيص الحجم الذي يقضفه البركان أثناء ثورانه ويسمى هذا المقياس بمؤشر الانفجار البركاني مثلا بركان من الدرجة الأولى من هذا المؤشر سوف يملأ أربعمائة حوض صباحة بالحجم الأولمبي بالحمم البركانية وهناك حوالي عشر من نوعية هذا البركان في السنة وثوران بركان من الدرجة الثالثة له عواقب أكثر تدميرا مثل ثوران جبل سيميرو الذي دمر منازل آلاف الأشخاص في إندونيسيا في عام 2021 بركان من الدرجة الخامسة يحوي كميات هائلة من المواد البركانية كيلومترات مكعب من الغلق والصخور المنصهرة كما حدث في عام 2022 عندما أرسل ثوران بركان هونغ تونغا هونغ هاباي موجة اهتزازية ولعدة مرات في جميع أنحاء العالم وتسبب في حدوث موجات الصنامي في المحيط الهادي واندلاع بركان من الدرجة السادسة يمكن أن يغير العالم إلى الأبد في عام 1883 ثار بركان جزيرة كراكاتو الإندونيسية بشكل مستمر تقريبا لمدة خمسة أشهر وفي أحد أعنف انفجاراته تم تسجيل أعلى صوت على الإطلاق أعلى بعشرة ملايين مرة من إطلاق صاروخ وتمكن سماعه حول العالم قضت أمواج تسونامي التي وصل ارتفاعها إلى ثلاثين مترا على السكان المحليين وتناثر الكثير من الغاز والرماض مما أدى إلى انخفاض درجة الحرار العالمية بنحو 0.5 درجة مئوية وبعد سنوات كانت الشمس تبدو عند غروبها حمراء مبرة بركان من الدرجة السابعة هو عبارة عن انفجارات هائلة جدا ويحدد مناخ الألفية بأكملها ولم تشهد الحضارة الإنسانية هذا أي الدرجة السابعة إلا مرات قليلة تنبور على سبيل المثال كان جبلا يبلغ ارتفاعه 4300 متر حتى انفجر في عام 1815 وأطلق 400 مرة طاقة أكثر من قنبلة القيصر طار 140 مليار طن من الرماض والغبار نصف المسافة إلى الفضاء قبل أن يغلف السماء ويحولها إلى اللون الأصفر الغامض وفي العام التالي لم يكن هناك صيف ضاعت أجزاء كبيرة من المحصول ومات أكثر من 100 ألف شخص هذه هي الإمكانات المرعبة للانفجارات البركانية التي يمكن أن تتسبب في مجاعات عالمية وحتى في قرون من العصور الجليدية لكن ما هو البركان الهائل؟ مصطلح البركان الهائل هو اختراع إعلامي وليس مصطلحا علميا يصبح الأمر معقدا هنا لأنه ليس كل ثوران بركان عملاق هو أيضا ثوران بركاني خارق البراكين الخارقة مميزة لأنها تنتظر مئات الآلاف من السنين حتى تثور في خزانات الصهارة الضخمة التي يبلغ عمقها عدة كيلومترات يزداد الضغط بالطراض حتى يصل إلى مستوى عال لدرجة أنه يدفع الصخور التي تعلوها عدة أمتار لأعلى تتشقق الصخور تحت الضغط مما يؤدي إلى اندلاع كميات هائلة من الغاز والرماد بسرعات تفوق سرعة الصوت انفجار هائل لا يقل عن ألف كيلومتر مكعب يصيب كل ركن من أركان الأرض وتخيل معي أن ذلك فقط جزء صغير من خزان الصهارة تشبه الانفجارات البركانية قدرا به ما يغلي ويرفع عنه غطاؤه بفعل الضغط ويستمر في الغليان ثم تنهار الأرضية التي هي أدناه الحفرة التي تبقى نسميها كالديرة تحت كالديرة يزداد الضغط مرة أخرى حتى يجمع البركان طاقة كافية لثوران بركاني عظيم آخر لكن هذا يمكن أن يستغرق مئات الآلاف من السنين وتشير التقديرات إلى أنه من بين البراكين القليل على الأرض القادر على الانفجار العظيم الكارثي في المتوسط يمكن للبشرية أن تعيشه مرة واحدة كل سبعة عشر ألف عام تقريبا هذا من شأنه أن يجعل هذه البراكين أكثر تكرارا من تأثيرات الكويكبات الصغيرة العنيفة كان آخر ثوران كبير هو ثوران قرى وانوي في نيوزيلاندا قبل ستة وعشرين ألف وخمسمائة عام بقوة عشرات المليارات من الأطنان من مادة التين تي وهو جبل من المتفجرات على ارتفاع جبل إيفرست مزق هذا الثوران الكثير من المناظر الطبيعية وألقى بها في الغلاف الجوي خلف هذا الثوران البركاني كالديرا بقطر عشرين كيلومترا وتسبب الثوران في فترة من التبريد القوي للمناخ في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي بالمقارنة مع الانفجارات الفائقة الأخرى كان الأمر أكثر قليلا من مجرد ألعاب نارية صغيرة كان ثوران ما يعرف الآن ببحيرة طوبا قبل أربع وسبعين ألف سنة حدثا تاريخيا أكثر أهمية ولقد أخرج هذا الثوران حجما دخما يبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة كيلومتر مكعب وهو ما يكفي لتغطية أجزاء كبيرة من جنوب أسيا بطبقة من الرماد بسمك خمسة عشر سنتيمترا وتسبب في انخفاض سريع في درجة الحرارة بمقدار أربع درجات مئوية في جميع أنحاء العالم ربما استمر هذا الشتاء البركاني لمدة تصل إلى عشر سنوات تلاها قرون من الجفاف العالمي استغرق مناخ الأرض ألف سنة للتعافي بعد ذلك ومع ذلك فإن أكبر الأحداث البركانية التي عرفناها لم تكن في الواقع انفجارات ضخمة بل فيضانات بملايين الكلومترات المكعبة من الحمم البركانية وفي النهاية نقدم مصاطب سيبيريا تم تشكيله منذ حوالي 2500 مليون سنة عندما تدفقت الحمم هناك بشكل مستمر لأكثر من مليوني سنة وهذا يشمل ارتفاع درجات حرارة البحر إلى أكثر من 40 درجة مئوية مما تسبب في الانقراض الجماعي على الحدود البرمائية والتي قتلت أكثر من 90% من جميع الأنواع استغرق سطح الأرض 9 ملايين سنة للتعافي مثل هذه الانفجارات لا تغير المناخ فحسب بل إنها تحدده لحسن الحظ لم تعرف الكرة الأرضية شيئاً مثل هذا الحجم لعدة ملايين من السنين فهل يجب أن تكون قلقاً بشأن البراكين العملاقة؟ وجواب على هذا السؤال وهو جواب واضح لا لا يجب عليك أن تقلق وسائل الإعلام تخيف الكثير من الناس وهم يحبون الترويج لها على أنها نهاية العالم التي لمفر منها أشهرها ييلوستون في الولايات المتحدة الأمريكية نعم هذا البركان سيثور مرة أخرى لكنها ستكون عبارة عن انفجارات صغيرة نعم ستكون هناك بعض الكوارث الطبيعية لكنها بالتأكيد لن تمح الولايات المتحدة نهيك عن القضاء على الإنسانية احتمال اندلاع بركان من الدرجة الثامنة في بضع مئات من السنين القادمة أقل من 2% والأهم من ذلك أنه لن يفاجئنا أبداً ومع ذلك فإن الانفجارات البركانية الأقل قوة ولكن الأكثر توتراً يمكن أن تسبب أيضاً أضراراً حقيقية لحضارتنا وبالتالي ينبغي أن نزيد من البحث في علم البراكين ولذلك نحن بحاجة إلى أن نكون على الطلاع على علامات التغيرات البضيئة في خزانات الصهارة مثل انتفاخ الأرض وارتفاع درجات الحرارة لنتحضر مبكراً بما يكفي لإنقاذ حياة أولئك الذين يعيشون قرب هذه البراكين وفي الحقيقة هناك وقت كاف لتطوير حلول جديدة مثل إزالة الكبريت والرماد من الستراتوسفير وبالتالي منع الاضطرابات المناخية التي رأيناها في الانفجارات السابقة من يدري قد نكون قادرين حتى على تحويل هذه الطاقة المدمرة إلى طاقة إيجابية من خلال تسخير الطاقة الحرارية الأرضية في خزانة الصهارة ولقد نجحنا في القيام بذلك في العديد من الكوارث المحتملة الأخرى ونحن نقوم بالفعل بأشياء لم نكن نحلم بها قبل بضعة عقود مثل استخدام مسبار لإجبار الكويكبات المتجهة نحو الأرض على تغيير مصارها يمكن للإنسانية حقاً حل أي مشكلة تقريباً إذا كنا مصممين وعازمين ومتحدين بشكل كاف لذلك بينما يحتدم الجحيم الغاضب تحت الأرض وينتظر ظهوره لا يزال بإمكانك أن تنام الليل بسلام